زي ما قال فاروق أكد طبعاً برضو ميستر كولر النهاردة مباراة صعبة زي ما قلنا مباراة صعبة طبعاً في كورة القدم احنا بنلعب في بطولة أبطال إفريقيا للأندية أبطال الدوري في دور التمانية في دور التمانية يعني التمن فرق دول أحسن فرق أو أفضل فرق وصلت للدور ده وصلت للدور ده فالأمور أو الظروف بتبقى متشابهة الفنيات بتبقى متشابهة ولكن انت عندك ميزة زي ما قال بحقاً في المؤتمر الصحفي علينا أن نتناسى المكسب اللي احنا حققانا لا ما قالش كده بالعكس رجل قل قل وقاعد جدا وقال لك لازم نستغل المكسب ده احنا روحنا المعنوية عالية جدا عندنا ثقة في نفسنا بس في فرق بين الروح المعنوية العالية والثقة في النفس او الثقة في النفس والغرور والتعالي احنا عايزين نبعد عن الغرور والتعالي لأن الأمور لم تحصن بعض احنا كسبنا شوت متش تنزانيا كان شوت النهاردة الشوت التاني النهاردة تأكيد فوزك النهاردة حسب الوصول للمربع الزابي إن شاء الله المكسب الماتش اللي فات حاجة جميلة جداً وفوز غالي وفوز صعب وفوز اتحقق في ظروف صعبة عشان اللي بيحاولوا يقللوا من قيمة النادي لقالي أنت كسبان برقاردك وكان فيه عدة ظروف مش في صالحك خالص قبل الماتش مش في صالحك خالص وكلنا كجماهير كنا متخوفين ولكن إنك تطلع كسبان يبقى لازم تستغل المكسب ده النهاردة عندك عدة عوامل النهاردة لازم تستغلها النهاردة إنت كسبان الماتش الأولاني واحد سفر تلعب النهاردة على أرضك تلعب بين جماهيرك العظيمة جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي بقى دي إحنا كنا مش كنا زمان كل الأجياء كنا بنبقى خسرين بره مثلاً ممكن تخسر واحد وتخسر اتنين ومتأكد وده يعني ده لما كان بيحصل كان قليل جداً يعني وكنت متأكد إن أنت قادر على العودة في مصر على أرضك وبين جماهيرك العظيمة دي والفضل يرجع بعد ربنا وبيحصل لجماهيرك العظيمة دي إنت كسبان واحد سفر استغل المكسب استغل النهاردة عامل الأرض وإن شاء الله التواجد الجماهيري إن شاء الله المكسب في مدرجات السادقاهرة وأنا متأكد إن شاء الله الجماهير دي هتكون طوال التسعين ديئة ليهم دور كبير جداً 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 في تحفيز اللعيبة بكل قوة علشان كل لعيب يطلع كل اللي عنده من جهة يمكن مستر كورر ركز عليها قوي 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 مبارح هو بيركز عليها كل ماتش هو نفسه لأنه شاف الكلام ده بلكده نفسه كل ماتش يتمني بالجماهير بيقولك في كل مؤتمر صحيح بيقولك أنا أتمنى إن يكون فيه حضور جماهيري مكسب في مدرجات السادقاهرة أو في مدرجات ملعب النادي الأهل علشان ده بيأثر على اللاعبين تأثير إيجابي تأثير إيجابي مش مثلاً في البداية أو شوت لا طول الماتش وإحنا حسنا بلكده واللعيبة كلها حسيتوا بلكده لعيبة النادي الأهل على مدار جميع الأجياء علشان كده بقول لحضراتكم من النهاردة لازم لعيبة النادي الأهل تستغل النقاط دي تستغل إنك كسبان هناك استغل عامل الأرض استغل عامل الجمهور لأن ده هيكون لي دور كبير جداً 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 في تخطي عقبة سيمبا إن شاء الله والوصول لدور الأربعة